حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى الجهاني قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت حدثتني أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعد نبي حان أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان قال حدثنا محمد بن طلحة قال يزيد في حديثه حدثنا الحكم وقال عفان في حديثه سمعت الحكم ابن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر أتنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمي ألبسي ثوب الحداد ثلاثا ثم أصنعي ما شئت قال عبد الله وحدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن طلحة مثله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبراني أبو بكر بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين عن أسماء بنت عميس قالت أول ما اشتك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه فتشاور نساؤه في لده فلدوه فلما أفق قال ما هذا فقلنا هذا فعل نساء جئنا من هاهنا وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن قالوا كنا نتهم فلك ذات الجنبي يا رسول الله قال إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليقرفني به لا يبقى أن في هذا البيت أحد إلا أتدى إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العباس قال فلقد أتدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة لعزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن عمري بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيدي بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفا أسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لا سبقته العين حنى عثمان بن عمر قال حدثنا يونس يعني أبن يزيد الأيلية قال حدثنا أبو شداد عن مجاهد عن أسماء بنتي عميس قالت كنت صاحبة عائشة التي هيئتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت فوالله ما وجدنا عنده قرن إلا قدحا من لباء قالت فشرب منه ثم نوله عائشة فاستحيت الجرية فقلنا لا ترد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال نولي صواحبك فقلنا لا نشتهه فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله أن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة